اشتركوا في القناة صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله حبي تنبه بعض الشباب يعني يديروا إشاعات ويقول لك شيخ شمس الدين يطعن في العلماء يعني يحب نقول لهذه كذبة وافتراء كي ينفرق بين الطعن في العالم كانت تقول هذا خبيت وهذا كذا ما عاد الله أن نقول هذا لا أبدا وكي ينفرق بين التنبيه يعني لما النبه قال يا ودي العالم فلان يفتاد الفتوى وإحنا نقوله خطأ والنبه للفتوى أنا هذا الذي أفعل إذا كانت فتوى غير صحيحة نقول ما تتبعوش ما تقلدوش الفتوى هذه وهي باطلة غير صحيحة ولكن كائن وحد أخرين يسموهم الناس علماء وهما مشي علماء هاوليك مثال شوفوا يا ناس يا عباد الله هاوليك سيدي سيدي هذا عبيد الجابري أشفوا هذا الآسم جميع الناس لي راهي تسمعني أجبد ورقة وسلوا أكتب عبيد الجابري هذا الشيخ السعودي هذا من كبار علماء الوهابية من كبار علماء الوهابية يسقسه إنسان جزائري على مسألة يسقسه جزائري على سؤال واش يقول له السمع واش يقول يقول له أنتم أيها الجزائريون والليبيون حمير حمير الجزائريون حمير هذا كلام تعوبيد الجابري واللي ما راهوش مصدقني روح للأنترنت دير الشعب الجزائري حمار ولا الجزائريون حمير عبيد الجابري يقول الجزائريون حمير راح يخرج لك الفتوى بصوت انتاعه ولما نتكلمت وندت وقلت باللي ما يجزلوش يقول هذا الكلام كيف تقول الشعب الجزائري هقدر يعني الأمير عبد القادر يعني يجددنا أمالينا أمهاتنا شهدائنا تسع ملايين شهيد لمديناها على جل لا إله إلى الله يجي هذا الشيخ الوهابي المسخرة ويقول الجزائريون حمير لما تكلمت يبعث رسالة رسالة يقول أنا أحب الرئيس بوتفليقة وأنا نحب الجزائر وأنا ما كنتش نقصد للشعب الجزائري قالك لازم تتعلموا اللغة أنا كنت نقصد لما قلت الجزائريون كنت نقصد لسأني يعني يستحمر في عقول الناس كأننا ما قرناش اللغة العربية لما تقول الجزائريون بالآلف واللام الآلف واللام تسمى في اللغة العربية لام الاستغراق أي تستغرق جنس الجزائريين كل جزائري تنطبق عليه الكلمة هذه ما معنتها الجزائريون لما تقول أنت الأمريكيون معنتها كل أمريكي يجي يتمسخربين الجزائريون قالك أنا كنت نقصد لسأني هاي أنتبعوا الكذاب الباب داروا يجوز واحد يسأل يتقول له أنت حمار أو أنت محمير ولكن واش يوجع في القلب السمع والحاجة لي توجع في القلب النهارة أفضحت هذا الكذاب هذا وقلت بالليلا يجوز له أن يقول الجزائريون حمير ردوا علي تلتميات سالفي ثلاثمائة من الوهبية كتبوا لي في الانترنت واش يقولوا لي يا شمس الديني التقي الله لو حوم العلماء مسمومة ما دم هذا العالم قال علينا حامير فنحن حامير واحد يكتب لي يقول لي فأنا حمار وهديك الآلف الميم يدير حمار ويدير ميا ميا حمار وأتكلمني في الهاتف قال لي ما شي حق عليك كيف تحدر من عبيد الجابيري يا خلو حوم العلماء مسمومة وما يجوز لك تطعن فيه قتله هو يجوز يقول جزائري حامير قال لي نعم قال لي هذا العالم مادم قال علينا حامير فنحن حامير واش قتله قتله هل أنت حمار من حمير قال لي نعم وبكل فخر كيف لو عنا جزيرين خم وردها خمجوا لهم دماغهم وسخلهم دماغهم وراكوا يا الأحزاب السياسية وراكوا يا المنظمات وراكوا يا الجمعيات زيد وراك يا وزير الخارجية وراك يا وزير الخارجية وإلا كنت ماشي سمع راك سمعت عبيد الجابيري الشيخ الوهابي السعودي يقول الجزائريون حامير هذا يكون راجل قل كلمة يا عباد ربي كيف هذا ما تندو به ما تديره احتجاج ما تطلبه توضيحات يعني هذا لازم تشارعه لازم يتشارعه كيف يقول الشعب الجزائريون حامير حسبونا الله حسبونا الله ونعم الوكيل والأنصار التعوى قال لك اتقي الله يا شمس الدين ركت طعن في العلماء هذا علماء يقول جزائريون حامير علماء واحد يفتي بيجواز احتلال العراق علماء واحد يشغل الشعب البوكيمون في الوقت كان الشعب العراقي يحاصر تنين مليون من الأطفال ماتوا جوعا هذا من العلماء ما لها كان يبلغت يا رئيس الحكومة إذا كتسمعني الشيخ شيبان رضي الله عنه الشيخ شيبان رئيس جمعية العلماء رحمه الله انهار الدتلو السيدي وسمعه واش قال لي شوف واش قال يدي نقولها للتاريخ يعني هي سرق نقولها للتاريخ قال لي شوف يا وليدي قال لي أنا عندي علاقات مع كثير من الجهات الرسمية في السعودية عندي علاقات مع كثير من الجهات الرسمية في السعودية قال لي أنا بحكم أني يا رئيس جمعية العلماء المسلمين عندي تحفظات عندي سياسة عندي لازم ندير خطوة ونقول لي زوج لله قال لي على بالك قال لي بالصحة أنت شوف يا وليدي والله هكذا والله وما تردش عليه ما رأك وليدي ما رأك صحبي ما رأك خويا ما رأني شيخ انتعك ما رأك ولو يا والله ما تردش عليه في الوضع اللي رأك فيه قال لي خلتش انترك وحدك ما عندك حتى علاقة ولا ارتباط ولا سياسة ولا اذا انت ما ردتش عليه والله ما رأك لا وليدي ولا صحبي ولا أخويا بش عارفوا الأمور ما لا مدى بنا وزير الخارجية اذا رأوا يسمعنا يفتح تحقيق روحوا للأنترنت ديروا الشعب الجزائري حمار هيتخرج لكم الفتوى هذا يفتي بلي الجزائريون حامير الاخر مفتي وحدة اخر يفتي بلي العلام تحت زير بدعة القارن يقال لك ناشيتها الجزائر فيها المعصية لما يقول قساما هذه الجزائر خرجوها من التاريخ نحوها حابين ينحو الجزائر حسبون الله ونعم الوكيل انا واحد يقول الجزائر ينحامير انا عندي هذا هذا ما نستعرش به اصلا هذا ما روش بالعلماء بش قولوا دينا على العلماء هذا لازم يتربوا ياخد الفلقة ولو كانت زير جدولة ولو كان كائن رجال في هذا الحكم هذا كان لازم يرفع عليه داوة قضائية وتولي قضية رسمية باش السعوديين يزقيروا عليه ويربيوا ويمنعوا من هذا التصريح ويطلب اعتذار رسمي ماشي يبعث رسالة يديرنا حيلة يلقى طول فعل قال لك انا يا ما كنتش نقصد الجزائريون انت قلت الجزائريون حمير هذا وش نفهمو احنا يا حسبنا الله ونعم الوكيل كائن واحدة اخر سالة فيه راح زيما اكتب الرسالة باش يسلك الشيخ انتاعو زيما رسالة باللي يجوز تقول الجزائريون حمير جابنا الادلة قال لك النابسة كان يقول كادا الصحابة كان يقولوا كادا زيما راح يدير الادلة يعني عوض ما يحطي قبالا قال الشيخ انتعنا غلط وعليه ان يتوب ويستغفر ويندم على ما فعل ويعتذر با لك الشعب يسمح له واذا سمحنا له احنا الحيين كيف يدير مع الموتة كيف انه يقف له بن بولعيد كيف انه يقف له عميروش كيف انه يقف له الامير عبد القادر كيف انه يقف له الامام الونشاريسي كيف انه يقف له الامام الحداد نهار يا ربي يحيي الموتى من الشعب الجزائري كيف يلاقي يا ربي هذا الشيخ عوض ما يروحوا للشيخ انت هم يقولوا له لك غلط لا لا راحوا يقنعوا في الشعب الجزائري باللي لازم يقبل ما دم قال عليه هذا الشيخ انه حمار حسبنا الله ونعم الوكيل كيف انه لا جزاء يقول لك انا حمار من حميري حسبنا الله ونعم الوكيل اكسماتي يا وزير خارجية راي في عنقك دبر رأسك اتحملها هذه امرأة تقول انا من حضرة انا من حضرة عمري 34 سنة اكتب لك هذه الرسالة وانا ابكي بعدما تقدم شاب لخطبتي على سنة الله ورسوله ولكن امي رفضته بحجة انه ليس من منطقتنا نحن اصلنا من الصحراء يا وانتها كنتم اصلكم من الصحراء واشا كنت ديرو في حضرة اما لا وهو من منطقة القبائل يعني الزواج ولا بالاصل هذا مادم هو من الصحراء مادم هو من القبائل وانتوما من الصحراء ما لا منزوجوش الله يهديكم الله يهديكم شوفوا غير جدودكم ماليكم لك ان العيلة تلاقوا في العيد يقول عنها الامم متحدة الديين من الصحراء الديين من بلد القبائل الديين من الغرب الديين من الشرق الديين من الواسط من كل مكان شوفوا جدودكم وعاد مع النبا مزوجوش بوحدة من الصحراء ومن الصحراء الديين تيسي وزو ام تيسي وزو مزوجوش بوحدة من صغراس ومن صغراس الديين من الوهرن ويعني هذه هذو الاسلام أن أصلنا من الصحراء وهو من منطقة القبائل وهناك حجة أخرى وهي أنها تحب كثيرا المال وهذا هو السبب هذه الصحراء قبائل غير حكاية وهي أنها تحب كثيرا المال وقالت لي عندما تقدم لهذا الشاب إن عائلته تقطن في عمارة وليس في فيلا خاطر أصحاب الفيلا تقعرهم سعادة سماله كان هذا يسكن في الفيلا ما أنت بنتك هتعيس سعيدة الله يهديك كي جعلت السعادة عمارة ولا فيلا أنا أراك بطاقة حمرة بطاقة حمرة الحاجة خلاص إن عائلته تقطن في عمارة وليس في فيلا وأنا لا أريدك أن تتزوجي مع ناس كما هادوا لي جاءوا من بش جراح هذا عروبيا تعمارة نحن نحوس على ناس تعل حطة الله أكبر شكون هما ناس تعل حطة ها ناس تعل حطة ناس تعل حطة هما ليطعوا ربي قال صلى الله عليه وسلم الكيس شكون هو تعل حطة الكيس الذكي الفطن ليعرف يخدم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت الكيس لي حاسب نفسه واخدم لي ما بعد الموت الناس يتخدم للدنيا ويخدم الآخرة هذا هو ما نسع الحطة صانتوا ما واشتقزوا الحطة هي المادة الفيلا والطنوبيل والدرام والتحواس هذه الحطة مادة ما كيتحوس على الحطة يا وأنسي أنسي التوفيق تعربي لأن نية تكمل بداية هي المادة ومن أراد شيء عقب بخلافه عرض ما تحوسي السعد البنتك والصلاح البنتك والتقوى البنتك والعزة البنتك وراجل ليحميها ويصونها ويغير عليها ويوكلها الحلال ويدلها على الله ينوضها للصلاة يعني يعلمها أمار دينها وتعيش سعيدة العفاف والكفاف وشفتوا ديك النهار راجل رجليهم قطعين هذه والله علم فيه صطيف رجليهم قطعين ولحيتوا بيضة منور كيسخسوا مرتوا مرتوا ما شاء الله ما خاصها والو والله غير سمعتها بدني واش قاتلهم قاتلوا مناكي قالوا لي صالح تزوجت به قالوا لا كيفاركي معاه واش قالت اسمعوا هذه الكلمة راجلها رجليهم قطعين يمشي على ربعة هاقدم يمشي على ربعة ويخدم كوردوني يصمر صبابط واش قاتلهم قاتلهم اراني معاه في الجنة نعوم هكذا اراني معاه نعوم في الجنة اتعوم في الجنة يعني هذه الكلمة واش معنتها وعايشة سعيدة لأن هذا الحلال اللي يكلوه يدي لهم سعادة سعادة ما شاء الله بيناورون قلوبهم وقلوبهم ما تكونش كحلة دايما واسعة ومليحة وحاجة قليلة يشوفوها بزاف ولم يكون القلوب مغلوقة وكحلة حاجة بزاف يشوفوها شوية ما لنت يا بنتك هذه تحوسلها الناس تعل حطا وقالت لي ستكون متبرئة مني إذا تزوجتها ما في هوله غير تبرئي ولا عن بلك أي واحد يتبرئ موليده ما عندها ربي يغضب بعده إذا كان على حق يا شيخ هذا الشخص ما زال متمسك بي ولا يريد خطبة فتاة أخرى الناس تشهد على أخلاقه إلى هولك قال صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه هاو الدين مسلم وعنده أخلاق هاي الناس قد تشهد له أفيدكم يا شيخ كلما أصلي صلاة الاستخار أحس بالطمأنينة أرجوكم يا شيخ اعطي كلمة مباشرة لأمي لأنها من متتبع الحصة والله على ما أقول شهيد أما للحاجة إذا كنت سمعي فينا زوجي بنتك يعني 34 سنة ما شيحها معلك كي شدتها فضاء 34 سنة واشا كنت سنة يجيك وليد الحطة ها وجات الحطة ها ذهوة الحطة رجل مسلم وعنده أخلاق حسنة وأرقاز واش خصك واش هكي يحبها واش يجي لها واش لازم يجيها يا طفلة اتق الله يا أمي زوجيها الزربي زوجيها